اه برحب بكم اصدقائي وصديقات برنامج من رأس على هوا اللغة الاسبانية وان شاء الله دي هتكون اول حلقة السنة دي في تقديم البرامج التعليمية وطبعا احنا عارفين البرامج التعليمية السنة دورها مختلف وهيبقى قوي يعني وعليه فوكس طبعا اكتر من قبل كده طبعا علشان ظروف الحضور اللي هي هتبقى يعني يومين او ثلاث يام حسب سياسة الوزارة وبقيت طبعا لازم يكون متابعين معنا في البرامج التعليمية وبرضو علشان جائحة الكورونا يعني تم طبعا حس في بعض الاجزاء في المنهج الترمي التاني وطبعا احنا عارفين وسطارني دي لغة وما فيش منها هي حضفت في المنهج علشان الوقت ولكن طبعا الكلمات بتاعتنا البوكابولاريو الجراماتيكا القواعد كل الحاجات دي طبيعي جدا تظهر في امتحان سنة تانية اللي هو السنة دي او امتحان حتى الصف الثالث السنة ويعني السنة اللي جاية فانا قلت يعني نبني بقى صح عشان نطلع مع بعض في السليم فاحنا ان شاء الله بإذن الله هنعمل مراجعة سريعة على ما تم دراسته في الترمي التاني والجزء اللي توقفت في الدراسة نركز مع بعض ان شاء الله تبقى حلقة مفيدة تمام؟ حبتدي الحلقة بعنوان اول حاجة كانت ظهرت عندي في الترمي التاني وهي مي إشكويلة مي إشكويلة يعني مدرستي حد يقول لي طب انا عارف ان كلمة إشكويلة يعني مدرسة انت جبت كلمة إي منين؟ كلمة مي دي صفة الملكية اللي أنا بحطها قبل الحاجة عشان أنسب الحاجة دي لي فلو قلت إشكويلة يعني مدرسة عايز أقول مدرستي هقول مي إشكويلة طب أميجو يعني صديق عايز أقول صديق هتبقى إيه؟ مرافو عليكو شطار هتبقى مي أميجو وهكذا يبتدي مع بعض؟ طبعا أنا حبتدي بقوم بربو فعل مهم جدا وهو تاج اللغة الإسبانية مش بس اللغة الإسبانية كل اللغات يعني العالم وهو الفعل يكون البربو شاء لمهم لإنه حستخدمه في حاجات كتيرة في الساعة وفي الجنسية وإنه نقدم نفسي ووصف يعني مفيش حاجة كده إيه؟ نقول يعني الملح بتاع الأكل يعني بيني حنراجع التصريف بتاعه مع بعض ساي إرس إس صمش صايس صن سمع حد بيقول إيه؟ طب أنا والله مش فاكر الضماير معليش بقى الأجازة طولت معايا شوية هي السوي دي مع مين والقرس دي مع مين؟ طبعا إحنا عندنا حاجة اسمها دمائر للسخيط ودمائر الفاعل هنقولها مع بعض يو يعني أنا تو يعني أنت أو أنت ال يعني هو وإيا يعني هي نشطرس يعني نحن بشطرس يعني أنتم أيش يعني هم وإياس يعني هن تمام؟ نقول بقى لتصريف تاني ساي إرس إس صمش صايس صن كومو إيس توشكويلة يعني إيه كومو؟ يعني إيه كومو؟ أنا بتكي عليها ليه؟ عشان أفكركم أن في حاجة اسمها أسانتو والأسانتو دي بنحطها على الحرف البوكال المتحرك عشان أدي تقلي شوية على الحرف اللي عليه النطب كومو إيس توشكويلة كومو معناها كيفة؟ يعني أنا عايز أوصف تمام؟ هو أنا لما أجسأل عن وصف المدرسة بس هقول كومو إيس لا طبعا لما نبتدي السنة دي إن شاء الله بإذن الله لما أنا جي الجديد هتكلم عن كاسا البيت فأقولك كومو إيس تو كاسا كومو إيس تو بادري كيف يكون والدك يبقى أي حاجة أنا عايز أعرف وصفها اللي لينجوة اسبانيولة هقول كومو إيس كومو إيس توشكويلة كيفة تكون مدرستك مي إيس كويلة إيس قديني حطيت إيس بالرخب الأحمر عشان نعرف إن مدرستي تكون تمام؟ حبدأ أعمل أتختيب وش هفكركم كده وننعش الميموريا الذاكرة بتاعتنا بصفات اللي بتاعت المدرسة طب حد يقول مثلا طب يا سنيورة الصفات دي بتاعت المدرسة بس بتاعت المدرسة بتاعت الكلاس الفصل بتاعت البيت بتاعت الحي السكني بتاعت حاجات كتير يعني معنا كده أنا بكلمك عن لاشكويلة بس إحنا نعمل إميتاسيون بنعمل محاكاة أنا بعمل عن المدرسة إنت ممكن بعد كده لما نيجي نبتدي منهج السنية دي هنتكلم عن كاسا البيت هتلاقي نفسك بتقول بدل ما أقول مي إيس كويلة إيس جراند مدرستي كبيرة هتقول مي إيس كاسا إيس جراند يعني أنا قلت إني دي مراجعة في نفس الوقت هتساعدني في المنهج الجديد جراند يعني كبير بيكينيا يعني صغير بونيتا يعني جميلة فيا يعني قبيحة مدرنا يعني حديثة أنتيجوة يعني قديمة حد بيقول والله أنا شفت قبل كده وأنا بدرس السنة اللي فاتت إن كلمة حديث أو عصري يعني مدرنو طيب إحنا ليه هنا كتبينها مدرنا تمام السؤال والإجابة حد تاني شاطر كان فاكر شوية قال إن إحنا عندنا حاجة اسمها ماسكولينو وفيمينينو مذكر ومؤنف يعني إيه الكلام ده إحنا عندنا في اللغة العربية حاجة بتقول الصفة تتبع الموصوف أو النعت يتبع المنعود وتأثرا بقى يعني باللغة العربية طبعا إحنا عارفين إن اللغة العربية مؤثرة جدا في اللغة الإسبانية فإحنا عندنا نفس الكلام إذا كانت الصفة مدرنو فها مذكر وبما إن المدرسة مؤنثة فمش هخليها مدرنو هشيل الأو وقلبها إلى آ يبقى في التأنيس بتبقى مدرنة وأنتيجوة يعني قديمة ترانكيلة يعني هادئة رويدوشة يعني صاخبة أو مزعجة ديبرتيدة يعني ممتعة أبوريدة يعني مملة تعالوا بقى مع بعض نكون جملة طبعا لازم نكون جملة أنا عرفت إن كلمة جراندي يعني كبير وعرفت إن كلمة إشكولة يعني مدرسة وعرفت إن كلمة إس يعني يكون أنا ديتك معطيات بس عشان تثبت إن إنت تعلمت لغة إنت بتاخد المعطيات اللي أنا مدهلك تمام؟ وإحنا بكون بيها جملة وجملة على جملة نعمل موضوع تعبير ونقدر نعبر باللغة اللي إحنا بنتعلمها مي إشكولة إش جراندي مدرنة إي بونيتا طبعا إحنا لما نعمل ماس دي قونت ختيبه أكتر من صفة بحط الصفة بحط كومة وقبل ما نوصل للصفة الأخرانية نحط كومة دي حاجة مش جديدة علينا زي الإنجلش مالكي نحط إي بونيتا وجميلة قبل آخر صفة بحط كلمة إي ننجي لسؤال تاني دون دا شتاتوش كويلة عشان أعرف أجاوب على السؤال دا كويس لازم أعرف يعني إيه دون دا دون دا كلمة دوند يعني اين كلمة دوند يعني ايه اين اما تيجي تسأل بقى ما تقدرش تقول دوند إس علشان إس دي بتاعت حاجات كتيرة بتاعت الوصف لكن مش بتاعت الموقع يبقى دوند إشتاة توشكويلة يعني اين تقع مدرستك اين توجد مدرستك لما انت تيجي ترد هتقول مدرستي زي ما احنا قلنا في اول الحلقة يبقى انا حبدى انسب المدرسة ليا هقول مي إشكويلة إشتاة إن الكايرو مدرستي في القاهرة نقول حاجة تانية برضو موقع المدرسة مي إشكويلة إشتاة ثركة دمي كاشا مدرستي تقع بالقرب من منزلي هنريجها مع بعض كلمة ثركة ثركة يعني قريب من المثال التاني مي إشكويلة إشتا لخوش دمي كاشا يعني مدرستي بعيدة عن بيتي نمسك بقى وراء وقلم وندون كده هناخد اي حاجة جديدة اي حاجة بنفتكرها مع بعض ياريت ندونها ثركة يعني قريب وليخش يعني بعيد تمام؟ أنا وصفت المدرسة وقلت موقع المدرسة فاضيلي إيه؟ هقولي الكونت الحاجات اللي جوة بقى لوكيتيني لشكويلة الحاجات اللي جوة المدرسة طيب أنا في شخص قدامي عايزة أسأله على الحاجات على المكونات بتاعت المدرسة أقوله إيه؟ هقوله كي آي انتو شكويلة يعني ماذا يوجد في مدرستك هيرد يقولي إيه؟ ممكن حد يقولي طب يا سينيورا لما تقوليلي كي آي انتو شكويلة ماذا يوجد في مدرستك؟ أقول أم باتيو يعني فناء الكلام ده في الحوار العادي لما أقولك ماذا يوجد في مدرستك تقولي فناء ولكن أنا عايزة أعودك تكتب جملة بدل ما أقول أم باتيو فناء يبقى أنا ما عملتش جملة أنا مجرد جاوبت على السؤال لازم أقول في مدرستي يوجد فناء علشان لما تيجي مثلا متلخبطة ونرتبها لو جات مثلا في حاجة عبير في صياغة نقص منها كلمة نحنا نكمل نعمل أي نوع من أنواعية الأسئلة لو أنا بعرف أكون جملة صح أي طريقة أسئلة هتبقى صح في مدرستي يوجد فيناء نشوف بسرعة كده الحاجات اللي موجودة في المدرسة باتيو باتيو يعني فناء باتيو يعني كوريدور ترقى ممر لابوراتوريو يعني معمل خيمناسيو يعني جيم شالون دي أكتوس لهقاعة الأنشطة ودس باتشو يعني مكتب طبعا أنا حطة أون 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 يعني معنى كده أن كل الكلمات دي ماشكولينو يبقى أقول إن مشكولا أي أون باتيو إن مشكولا أي أون لابوراتوريو إن مشكولا أي أون خيمناسيو وهكذا طيب في حاجات في المدرسة بقى مش ماشكولينو وفيمينينو هاحط إيه؟ مقدرش حط أون مع شالا هاحط إيه؟ أون يبقى أون شالا دي بروفيشوريس قاعة المعلمين أو المدرسين أون شكرتارية أون شكرتارية أون شكرتارية لا معلش إحنا لو طبقناها كده حيبقى معناها السكرتارية اللي هي الوظيفة وظيفة السكرتارية اللي بتشتغل في أي مكتب لكن شكرتارية ده مكان السكرتارية يعني المكتب بتاع السكرتارية أون بيبليوتيكا مكتبة أنا برضو حطة هنا يعني أو عملة الأداء اللي موجودة عندي بالروخ وبالأحمر عشان أوضح إن كلمة آي اللي هي معناها يوجد خدناها في سنة أولى وتظهر عندي في سنة تانية ولا تختفي في سنة تالت بعد كلمة آي اللي هي يوجد البربو دوت بييجي معاه أداة ناكرة وما بيجيش أداة معرفة يبقى قول إن مش كويلا آي لازم حط قون أو حط قونة ممكن كمان حط عدد يعني بدل ما قول آي مثلا قون باتيو في نة واحد أقول إن مش كويلا آي دوش باتيوش واحد يقول يا الله انت مش كويلا آي من شوية نحط قبلها طب ده هو لو في نة واحد أما جا أقول اتنين يبقى أنا هشيل أداة النكرة اللي هي بتوضح إنه حاجة واحدة بس وحط العدد بتاعي اللي هو دوش أو تريس تمام نكمل ان مش كويلا آي يعني فيه مدرستي يوجد فيه طريقة تانية إن انت تبين الحاجة اللي موجودة في المدرسة بس مش كلمة آي بقى كلمة تيني واحد يقولي والله أنا على الميموريا بتاعتي كده أنا فاكر إن كلمة تيني يعني يمتلك تمام لو أنا قلت مي بادري بابايا تيني انكوتشي بابايا يمتلك سيارة لكن لما أقول مي شكويلا تيني مدرستي تمتلك ما ينفعشي عشان كلمة شكويلا معناها مدرسة حاجة مش عقلة فبالتالي أنا هغير بس المعنى وهقول يحتوي على نبقى مي شكويلا تيني مدرستي تحتوي على كذا تمام طيب نشوف مع بعض حاجة تانية دلوقتي تحتوي على كذا الكذا ده ممكن يكون الفصل بتاعي طب أنا ينفع أقولك فصلك فين فتقولي فصلي في المدرسة والله يتقولي الفصول في المدرسة لأ طبعا يبقى لازم نفتكر مع بعض إن أنا أقول مثلا فصلي في الدور الأول الثاني تمام اللي هي النوميرش أورديناليس اللي هي الأعداد الترتيبية شوف مع بعض البريميرو يعني الأول الشيجوندو يعني التاني الترثيرو التالت الكوارتو الرابع الكنتو الخامس السكستو السادس السبتمو السابع اكتابو التامن النوبانو التاسع والدسمو يعني العشر إن كي كورشو اشتاس يعني انت في سنة كام لازم كلنا نعرف نقول إحنا في سنة كام يبقى هقول يعني أنا في الصف الأول واحد تاني يقول واحد يقول إحنا قلنا مرة بريميرو ومرة قلنا بريمير القاعدة بتقول كده إن كلمة بريميرو هو كلمة ترثيرو لما تيجي في آخر الجملة بسيبها بحرف الأو زي ما هي ولكن لو أنا جبت وراها زي ما بنقول في العرب كده مضاف إليه بتفقد حرف الأو تبقى بريمير كورشو ولو جدت في الآخر هتبقى بريميرو نفس الكلام بالنسبة للترثيرو عشان ناخد حاجة تانية أنا طالب في الصف الثاني الله كلمة سيجندو سبناها بحرف الأو جت في الآخر سبتها بحرف الأو جت في الأول وضفت ليها سبتها بحرف الأو أنا لسه ألم من شوية إن الرجلة دي القاعدة دي بتيجي مع كلمة بريميرو وترثيرو فقط الأول والثالث فقط ولكن بقية الأعداد بتفضل زي ما هي بحرف الأو سواء جت الفينال دي لفراسي في آخر الجملة أو قبل الكلمة دون دي اشتان إحنا لسه إلي من شوية إن أنا لما أسأل عن موقع أي حاجة هقول دون دي اشتان مثلا دون دي اشتان لبيبليوتيكا يعني أين تقع المكتبة هقول له لبيبليوتيكا اشتا إلا بلانتا شيجوندا بلانتا يعني طابق طالب كده مصحصح بيقول أنا شايف حالا كنا بنقول شيجوندا هي دلوقتي بقت شيجوندا ليه ما أنا بعتبرها صفة وكلمة بلانتا يعني طابق أو دور كلمة فمينينا ونبلابرا فميني يعني كلمة مؤنثة وبالتالي مش هتبقى شيجوندا هتبقى شيجوندا تمام ناخد حاجة كمان خدنا مهمة جدا وما ينفعش أطلع وأنا دارس للينجوة شبانيولة من غير معرف لأورا يعني الساعة إزاي يسأل عن الساعة أو إزاي أعبر عنها هنشوف مع بعض بارا بريجونتار بور لاورا لكي يسأل عن الساعة أنا دلوقتي عايز أسأل عن الساعة هقول إيه تمام أنا عندي تلات طرق كي أورا إس ودي أكتر الأسئلة انتشورا يعني كي أورا تينس يعني ساعة تكام زي ما احنا بنقولها كده باللغة العمية بتاعتنا وتينس رلوخ هو أنت معك ساعة هو أنا لما يكون واحد ماشي إلا كيف الشارع يقوله تينس رلوخ معك ساعة هيقول لي أمع يا ساعة طبعا لا أنا بقوله معك ساعة عشان يقول تعال نشوف مع بعض بارا دي ثير لأورا لما نيجي بقى نقول الساعة نعمل إيه تعال نشوف مع بعض أول حاجة هقول إس لأونة لما تكون الساعة واحدة طب لو الساعة تنين هتبقى الشن لاش دوس الساعة تنين إذن لما تكون الساعة تنين وثلاثة واربعة جامع بقول شن لاش ام بونتو يعني تماما اي يعني وا مينوش يعني إلا ميديا يعني نص كورتو يعني ربعة ثينكو يعني خمسة وديس يعني عشرة تعال نطبق الكلام ده مثلا إس لأونة يعني الساعة واحدة هو الساعة واحدة وخلاص تعالوا نشوف يبقى إس لأونة إم بونتو بقت واحدة بالضبط إي ميديا ونص إي كورتو وربعة إي ديس وعشرة إي ثينكو وخمسة إي بينتي بينتي يعني عشرين يبقى لما أقول واحدة وعشرين يعني أقصد إي واحدة وثلت بينتي ثينكو يعني وخمسة وعشرين مينوش كورتو بقت إلا ربعة معنى كده إن كلمة كورتو معناها ربعة لو كانت الساعة وي ربعة هقول إي كورتو طب لو الساعة إلا ربعة هقول مينوش كورتو إذن الحاجة ثبتة كلمة ربعة وثلت سبتين اللي بيغير الساعة كلمة إي لما تكون الساعة و أو بتبقى منوش يعني إلا عملها لكم زي السلم كده مع بعض نقول الأعداد وا دوش تراش كواترو سينكو شايش شياتة اوتشو نواب ديس هنكمل لغة 12 انس دوسي شمعنا لغة 12 عشان الساعة لو أنا مسك ساعة كده في إيدي هبص هلقي من واحد لتنشر تمام يبقى الساعة لما تكون جام هنقول سون لس زي ما أنا قلت من شوي طبعا في فرق لما تيجي تسألني ساعة كام دلوقتي هقولك كي ورا إس الساعة كام ولكن لما تحب تسألني عن توقيت حاجة أو معات حاجة أو هتقولي كي ورا إس هتقولي أكي ورا إس حرف الجار اللي جات قبل كلمة أكي ورا زي في اللغة العربية في أي ساعة أو عند أي ساعة يبقى كي ورا إس لكلاسي تقولي الساعة كين لا هتقولي الحصة الساعة أتنين بارا دي سير لورا كلمة دي سير يعني يقول هفكركم بحاجة احنا عندنا سؤال مهم جدا وهو السيطواتيونيس المواقف لما لاقي كلمة دي سير يعني يقول والسؤال ده بيبقى اختيار من متعدد معنى كده أقولك هتقول الساعة انت هتقولي بقى مش هتسأل لبقى لما لاقي البربو دي سير يقول وعندي أربع اختيارات أول حاجة هستبعدها الجملة اللي فيها علامة استفهام نشوف المثال يعني الحصة تكون الساعة الثامنة حد قالي انا خدت في سنة اولى ان كلمة معناها حصة تمام ومعناها لا خلي بالك هي لها معنايين معناها فصل ومعناها حصة طب الجملة دي معناها ايه يبقى معناها هنا الحصة خدنا كمان ازاي نسأل او نعبر عن السبب كلمة بوركي بوركي بصوا نطقتها ازاي في كلمتين في الاسبانيول واحدة اسمع بوركي واحدة اسمع بوركي البوركي اللي انا اتكت عليها دي عبارة عن دوش بارتس جزئين وعليها أسنتو ودي أداة استفهم في اللغة الاسبانية اللي معناها لماذا ولكن بوركي اللي على بعضيها دي معناها لأن يبقى بوركي الاسبانيول الاسفاثي لعشان الاسباني صحي تمام عندي كلمة اي معناها يوجد والتيني معناها يحتوي على أن أنا لسا إله من شوي هفكركم بالاستخدامات برضو قلتها بعد اي والتيني لازم ييجي اون وقونا وقونس وقونس ودي أدوات ناكرة اونو دوش ترس كواترو ودي ايه ويبين برافو عليك ودي الأعداد ليبروش سياش كلاسس وده اسم جمع وموتشو معناها كثير وبوكو معناها قليل تعال نشوف مثال في مدرستي يوجد في ناء او بعد اي وبعد تيني حطيت اون تمام طب يفرد أنا بقى عايزة أقول مثلا في مدرستي يوجد والحاجة اللي موجودة دي حبيت أعرفها في التوقيت ده مقدرش أقول اي هقول اشتا تمام فييجي مع اشتا ال ولا يعني مثلا هقول يعني في الدور الأول يقع فصلي طالما فصلي معرف ما ينفعش حط اي لازم حط طيب لو أنا بتكلم عن حاجة جام هقول است لا هقول يعني مثلا عايزة أقول الطلبة في الفصل يبقالوش اشتوديانتش اوعد حطه اي واحد يقول لي يا الله يا سينيورام انت قلت ان كلمة اي معناها يوجد وانا عايزة أقول ان الطلبة موجودين في الفصل بس اللوش اشتوديانتش الطلبة انا حطة معاها لوش يعني اداة تعريف وادات التعريف ما بتجيش مع اي بتيجي مع استان طب الطلبة جام يبقى بدل الاستوها تبقى اشتن نشوف تبقى عندي اي واتيني اي معناها يوجد واتيني معناها يوجد يجي طالب يقول لي اي بيجي وراها اداة ناكرة واتيني يجي وراها اداة ناكرة طب انا هاخد الاتنين تمام لا هنا ما ينفعش في كلمة ان يعني ضرف مكان يعني حرف جر يبقى الفرق اللي ما بين اي واتيني ان الجملة بتحتوي على ضرف مكان او حرف جر هتبقى هنا اي الجملة التانية لا بي بليوتكا نقاط ليبروس المكتبة نقاط ليبروس يعني ايه يعني تحتوي على هتبقى تيني طبعا برضو هستبعد استن وسته عشان كلمة ليبروس معهاش اداة تعريف اخر جملة ان اللاوراتوريو في المعمل الاردنادور الكمبيوتر هو الكمبيوتر اللي موجود في المعمل ده هو انا قلت قون اردنادور ولا قلت الاردنادور برافو موي بين طبعا حد هيقولي لا انت قلت ايه الاردنادور معنى كده ان الكمبيوتر واخد اداة تعريف تمام يبقى هاخد مين تمام يبقى هنقول استه عندي فعل مهم جدا جدا وهو البربو جوستار وبالمناسبة انا باعتبره مراجعة قوية جدا لجوستار لان انا عندي ان شاء الله الوحدة التانية السنة دي في الصف الثاني السنوي تاني وحدة بالظب نص الوحدة بيقوم على الفعل ده معنى كده ان احنا لما نراجعوا النهاردة تمام هيساعدنا بعد كده ان احنا لما نشتغل في المنهج بتاعنا نبقى راجعناه وعارفينه هو كده ظهر في سنة اولى وكمان ان شاء الله هيبقى معينا في سنة تانية تمام البربو جوستار احد من احد اهم افعال اللغة الاسبانية ولكن ليه تصريف خاص شوية جوستار اللي هو يعجب بيه او يحب البربو جوستار لا يأخذ الا دوش فورمس ما بياخدش غير شكلين بس اللي هو مين جوستا وجوستان حد يقولي طب يا سينيورا لو جالي في الاختيارات جوستا وجوستان اللي اتنين مع بعض اختار على اي اساس شوف الحاجة اللي بعد النقط شوف انت معجب بايه لو انت معجب بحاجة مفرد هتبقى جوستا طب لو انا معجب بحاجة جام هتبقى جوستان تمام يبقى البربو دا مالوش غير دوش فورمس جوستا وجوستان حد بيسألني طب يا سينيورا احط قبلي يو اللي هي انا وحط قبلي تو اللي هي انت هقولك لأ كلمة يو جوستا يعني انا بعجب الاسبيني لأ طبعا الجملة هتبقى غلط الاسبيني او مثلا اللغة العربية او اي حاجة تعجبني فانا تحولت من فاعل الى مفعول اذا البربو جوستار لازم ييجي قبلي مش بقى يو والضمار اللي انا بتعود عليها بيجي معا مي ت لي نص اس لس طب نوضح اكتر تمام يعني مثلا انا معجبة بالاسبيني مين اللي معجب بالاسبيني انا انا مش اقدر حط يو البديل لها مي يبقى مي جوستا الاسبانيول حد يقول طب انا شايف الشاشة في كلمة امي في الاول الحاجات الاولانية دي دي حاجات بتؤكد الجملة ولكن ممكن احطه وممكن ما احطهاش خيء معناها ايه امي معناها بالنسبالي اتي بالنسبالك انت او انت اقل يعني بالنسباله هو اعية يعني بالنسبالها هي انا شطرس بالنسبالنا احنا ابو شطرس يعني بالنسبالكم انتم اعيش بالنسبالهم واعيش بالنسباله هون تمام طب عايز اقول جملة كاملة بقى تمام امي مي جوستا اللي برو يعني انا معجب بالكتاب او بحب الكتاب اميمي جوستان لوس ليبروس لما انا كان كتاب واحد عجبني قلت جوستا وحطت الادة التعريف قبل الكتاب اميمي جوستان لوس ليبروس اما الحاجة عجبتني جامع قلت ايه جوستان وحطت لوس اميمي جوستا لير لوس ليبروس قبل ما اشيل الشاشة دي كده هبص الاقي حد بقول الله المثال التاني فيه كتب والمثال التالت فيه كتب بس المثال التاني قلنا جوستان والمثال الثالث قولنا جوستا ليه طبعا المثال الثاني انا معجب بالكتب والكتب جمع فهتبقى جوستا لكن المثال الثالث قبل الكلمة الجمع انا حطيت ايه وحطيت فعل في المصدر والفعل في المصدر بيعامل معاملة المفرد علشان كده انا هتعامل مع layer وعشان هحط جوستا مش ما هتعامل مع amin نقط جوستا يعني ايه amin بالنسبة لي طراما بالنسبة لي بقى مين اللي معجب بالحاجة رابو هنحط ميه على طول amir mano كاش اجني فيك amir mano بالنسبة لاخويا يبقى بالنسبة له ايه بالنسبة له هو يبقى هنحط لي ato amigo بالنسبة لصديقك برضو يعني بالنسبة له هو هنحط ايه لي انا شايفة سامعة ناس بتحل معانا amin نقط lash matematikash يعني انا بحب matematikash lash matematikash معناها الماس او الرياضيات هنا طبعا تعالوا نستبعد مع بعض سمع حد الشاطر هيقول لي انا مش هاخد جوستار عشان ده فعل في المصدر برافو وسمع حد كمان بيقول مفيش حاجة اسمها جوستس في منهجي يعني انا مش اخد جوستس دي انا اعرف ان البربو يا اما جوستا يا اما جوستان حلوة ايه تمام ويبقى احنا شلنا جوستار وشلنا جوستس يتفضل عندي كنين يا جوستا يا جوستان هحط على اي اساس هبص على لاش ماتيماتيكاش دي كلمة جامعي يبقى انا هاخد جوستان بعد كده لاش اشيجنتورس اللي هي المواد الدراسية نفتكرها برضو مع بعض لاش لينجوش يعني اللغات الاربي الاسبانيول الانجليش الفرانسيش اليتاليانو الاليمان طبعا واضحين انا سوتروس نصنو قد كومير لاش فروتس احنا بنحب كومير لاش فروتس يعني اكل الفكهة تمام يلا نمشي بع بعض بالترسيب اللي احنا قلناه اول واحدة غلط مين مو يبيان جوستار المصدر تاني واحدة غلط مين جوستو ما تنفعش فاضل جوستا وجوستان اللي بعد النقات كومير يعني فعل في المصدر يبقى انا هاخد جوستا يو بريفيرو الاسبانيول انا افاضل الاسباني يو بريفيرو استوديار الاسبانيول مين يفكر كده يشوف ايه الفرق انا بفضل الاسباني معنى كده ان الحاجة اللي عجبتني حاجة عادية يو بريفيرو اسبانيول يو بريفيرو طب لو انا بفضل حاجة اعملها هجيب البربو في المصدر قعدة موين 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 لو دلت اقول موين امبرتانت هنا لغاية مقابلكوا ان شاء الله في الحلقة اللي بعد كده مش هنخلص يعني تمام كلمة بريفيرو يعني افاضل في قعدة في اللغة الاسبانية بتقول ان لما يوجد عندي يو بريفيرو استوديو لا انا هقول يو بريفيرو هصرف الفعل عادي ولكن استوديور هسبه في المصدر زي ما هي كي ديشش بارا بريجونتار كي ديشش بارا بريجونتار بولا ديسكريبسيون ديلا سكويل بتقول ايه عشان توصف البيت انت عايز تسألني بيتي شكله ايه طبعا هتقول لي تمام كومو ايش توكاسم مثال اللي بعدي كي ديشش بارا ديشكريبية توسكويل لما تيجي توصف مدرستك هقول ميشكويلة اس جراندي ايش بونيتا كي ديشش بارا بريجونتار بورل جوشتون حد يقول لي يعني ايه بريجونتار يعني يسأل احنا ليه حبتنها بالروخه بصوا جماعة سؤال سيطواتيونة الموقف عشان نحلوا صح مية في المية كده وان شاء الله انا متأكد انكم كلكم هتحلوا صح اركز على الفعل الاصلي او الاساسي لجملة الموقف في افعال بتستلزم سؤال زي بريجونتار يعني يسأل زي كونوسير يعني يتعرف على زي بيدير يطلب معلومة كل الحاجات دي لما يجي لي اربع اختيارات لازم اختار سؤال هنا انا عندي كلمة بريجونتار يعني ايه بريجونتار يسأل طبعا لما حب اسأل عني السؤال هقول مثلا كي ديش بارا اكشبريسار جوشتوش اي انتريسس انا عايزة بقى حد يفكرني باكشبريسار تمام ويبين كلمة اكشبريسار يعني يعبر عن الشخص اللي هيعبر عن حاجة هيعمل ايه هيجاود انا هعبر عن جوشتو يعني ايه جوشتو اعجاب طب انا عايز بقى حد يقول لي تعبير عن الاعجاب احنا تعلمنا النهاردة لما نعبر عن اعجابنا الحاجة نقول مثلا مي جوشتا الاسبانيول امي مي جوشتا اليتاليانو امي مي جوشتا لاسكويلا وهكذا يبقى عشان تعبر عن اعجابك بقول مي جوشتا طب يا سينيورا اخويا اللي معجب بالحاجة يبقى امير مانو لي جوشتا والحاجة اللي هو معجب بيها كي ديتش بارا اكشبريسار لقورا عشان نعبر عن الساعة طبعا احنا فردنا كتير عليها النهاردة هقول سون لازدوس الساعة 2 هقول اس لقونا الساعة واحدة وهكذا كي ديتش بارا بريجونتار بور لقورا واحد يقول لي لا انا خدت بالي خلاص بريجونتار يعني يسأل كده هسأل عن الساعة يبقى هيقول كيورا اس زي ما احنا قيلين كي ديتش بارا اكشبريسار لقورا دي لا كلاسي دي اسبانيول هقف هنا كده قول منوته دقيقة واحدة بس هو هنا انا هنا بسأل عن الساعة العادية يعني انا مثلا بقولك الساعة كام معك موي بيان حد بيقولي لأ انت بتسألي عن وقت الحصة فعلشان كده لما نيجي لما نيجي نسأل عن وقت الحصة هنقول اكيورا طيب انا عايز اعبر عن الوقت يبقى هقول لقلاسي اس لازم احط قبل المعاد بتاعي يبقى مثلا لقلاسي اس طيب لو انا ساعتي اتنين يبقى هقول سون لازدوس نلاحظ الفرق اللي بينهم اكشبريسار القراريو طبعا ده التعبير عن المعاد لنا لسه ايلي دي الوقت كي ديتش بارا بريجونتار بور لأولا دي لا كلاسي برضو لكي تسأل عن معاد الحصة اكيورا اس لقلاسي دي اسبانيول تمام حطيت اكيورا مش كيورا كي ديتش بارا بريجونتار بور لأولا كاوسا نسأل عن السبب احنا قلنا ايه نقولهم بسرعة مع بعض احنا قلنا هنسأل ببور كي يعني لماذا طيب لما جي اكشبريسار لقورا او عبر عن الساعة عن السبب برضونا يبقى مثلا يو استوديو الاسبانيول بور كي الاسبانيول اسفا هنا بور كي معناها لانا علشان الشكل بتاع الكتابة بتاعها مختلف تمام تعالوا مع بعض نشوف كده اسئلة سريعة هنقولها سريعة لان انا اعتبر قلتاها يعني في اول حلقة كمو اس يعني كيف تكون يعني فيها كام فاصل تمام انا نشوف مع بعض الجمل ميشكويلة استاقن جيزة انت اعمل بقى مع نفسك عبر انت وميشكويلة استاقن الكايرو اللي من الفيوم يبقى ميشكويلة استاقن في يوم احنا هنقول ميشكويلة استاقن مدرستي تقع والموقع كل واحد بيقول موقع مدرسته ايه اش جراندي ايه موديرنا كده انا وصفت ميشكويلة تسيني كورينتا كلاسس فيها 40 فاص كده انا قلت عدد الفصول كيلينجواتي جوشتا اللغة اللي بتعجبك بوركي تي جوشتا ولماذا دون دي استودياس واين تدرس اسئلة كتير عشان نتعود نجاوب عليها هرد اقول له مي جوشتا الاسبانيول بحب الاسباني بوركي الاسبانيول اسفاصل كلمة بوركي اللي ظهرت في السؤال عليها اسنتو وبتتكون من جوزين لما جيت ارد حطتها كلمة واحدة عشان يبقى معناها لان يو استوديو ان مي شكويلة يعني انا بدرس في مدرستي كومو الشيامة توشكويلة مدرستك اسمها ايه دون دي استا توشكويلة اينا تقع مدرستك كتيني ماذا تحتوي عليه طبعا اسئلة كتير عن المدرسة مثلا مي شكويلة سيامالنيل اي اشتا ان مثلا هارم من المانيال ان اي حتة مي شكويلة تييني امباتيو تحتوي على فناء يشتين تا كلاس شوى سبعين فاصل كيا شيجنتورة المادة اللي انت بتفضلها تمام وما هي لغتك المفضلة تمام انا افضل اللغة العربية واحد يقول يا سينيورا انت في السؤال قلت بريفيرس وانت بترد قلت بريفيرو طبيعي يا جماعة مش عندنا في اللغة العربية فيه حاجة اسمها صيغة المخاطب وصيغة المتكلم انا لما بخطبك بقولك انت وانت بترد بتقول انا وبالتالي الفاعل برضو اما يكون موجود عندي امبيربو في البرجونتا فاعل في السؤال متصرف مع تو لما تيجي ترد في الاجابة بتصرفه مع يو يبقى بدل ما اقول بريفيرش هقول يو بريفيرو مثلا العربي بوركيش فاصل لانه صح مي لينجوة بريفريدة الاسبانيول يعني لغة المفضلة اللغة الاسبانية قلنا الاسباني طبعا كي لينجوة تيجوشتا كي كيرش استوديار ان الفطورو تحب تدرس ايه في المستقبل كي كيرش سير ان الفطورو يعني تحب تكون ايه في المستقبل همام طبعا انا عندي كلمة تشكولة يعني مدرسة الوصف و الموقع انا يهمني من موضوع المدرسة ان انت تطلع تعمل جمل مش كولة استا هتقول موقعها مش كولة اس هتوصفها مش كولة تيني هتقول الحاجات اللي موجودة جواه مش بس المدرسة حي السكني بيتي اي مكاني بانا كده عودتك ان احنا نعمل الاشتركتورة البناء يعني بناء الجمل شكله ايه وبعد كده انت بتغير حسب الحاجة تمام نتكلم في حاجة تانية وهي الركريو يعني الفصحة انا بتكلم عن الفصحة مقصودش يعني انا بتكلم عن الفصحة فصحة المدرسة لازم نبقى عارفين ان كلمة ركريو فصحة يعني وقت فراغ بصفة عامة يعني انا تناول مع بعض الفعل وازاي يصرفه واقول انا بعمل الحاجة في الوقت الفلين تمام زي ما انا لسه قيلة مهم جدا جدا احنا نراجع مع بعض البرسنت اللي هو المضارع ازاي يكون جملة والجملة في اللغة الاسبانية اساسها الفعل واصرف الفعل ازاي طبعا يعني اللغة الاسبانية كلها تيني تراش جروبوس ليها تلات مجموعات المجموعة الاولى اسمها مجموعة الار تمام اللي هي المجموعة الاولى البريمير جروبوس طب انا اصرف فعل ازاي مثلا انا عندي البربو اسكوتشار كاش اجني فيك اسكوتشار يعني يسمع طب اسكوتشار بالار كده متصرف لا طبعا يا السينيورا كده في المصدر طب انا عايزة اصرف اسكوتشار هعمل ايه اول حاجة هشيل للأ إر هحط قو مع اليوم واش مع التو وآ مع el والأية وآمش مع النسطرس وأعيش مع البسطرس وآم مع اليس والأيس يبقى عايزة اقول بسمع موسيكة يبقى يو اسكوتشون طيب لو انا اخويه اللي بيسمع يبقى مي ارمانو اسكوتشا زي في العربي لو انا قلت اسمع موسيكة يبقى انا طب لو انا قلت يسمع يبقى هو زي ما احنا في اللغة العربية بنغير الفعل حرف صغير فيها عشان الفاعل بيتغير انا برضو في الاسباني بعمل كده زي ما هقولي الساقلين استوديارهم يعني يدرس انا قلت من شوية سكوتشار يبقى استوديو يو استوديو اسبانيول يبقى انا خدت الفعل النهاردة اتعلمت اعمل جملة طب انا عايز اقول صديقي يدرس مثلا عربي يعني ايه صديقي ها مياميجو تمام طب لو انا اقول مياميجو صاحبي او صديقي هقولي استوديو لا برافو حد يقولي لا استوديا عشان هو اللي هيدرس يبقى مياميجو استوديا اسبانيول وهكذا كي عاسس اندرك ريو يعني تعاني تبقى مع بعض بتعمل ايه في الفصحة تمام مثلا يو عابلو كون مي ساميجوس يعني بتكلم مع صحابي يو عابلو كون مي بروفيسور بتكلم مع مدرسي المجموعة التانية زي كومير ياكل فمثلا هقول ان الريكريو في الفصحة يو كومو باكل اون بوكاتا او اون ساندويتش تمام خلاص كده نكون وصلنا الوقت عدة معاكم بسرعة وصلنا لاخر الحلقة بتمنى انكم تكونوا استفدتوا وان شاء الله باذن الله المرة الجاي نبتدي في اول المنهج ونكون مستعدين وتمنى لكم عام سعيد ان شاء الله muchas gracias por su atención y hasta la próxima vez adiós